مرحبا السلام عليكم كيف حالكم هل أنتم بخير يا صغار ممتاز أنتم عبقرة الرياضيات نعم اليوم درسنا سيكون بعنوان الأشكال المستوية والمجسمات في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي سنتعلم في هذا الدرس تحديد الأشكال المستوية من المجسمات أو في المجسمات نفسها اتفقنا إذن هيا لنبدأ رحلة التعرف على الأشكال المستوية في المجسمات لنبدأ تعلمنا في الدرس السابق هل تتذكرون المجسمات التي أخذناها سابقا؟ نعم أحسنتم ممتاز إذن لنتذكرها معا أخذنا شكل أو مجسم الأسطوانة أحسنتم ومجسم المكعب بارك الله فيكم ومجسم المخروض هناك مجسم آخر ما هو؟ الكرة يا سلام أنتم تتذكرون إذن نعرض أن المجسمات شيء يمكننا أن نمسك به هناك أيضا أشكال مستوية نراها في كل مكان ولكن نستطيع أيضا أن نلمسها وهي مثل وأراها نعم في الأشكال في حياتنا كثيرا مثل ماذا؟ أحسنتم المستطيل وأيضا ممتاز المثلث أحسنتم الجائرة أيضا هناك شيء آخر نعم المربع أي شكل أنتم تحبون؟ تحبون المستطيل؟ وناس يحبون المربع وناس يحبون المثلث أنا أحب الدائرة أنا أحب الدائرة أنها جميلة جدا ومميزة إذن انظروا الآن إلى الصورة التي أمامكم نريد أن نحدد الشكل المستوي في المجسم لقد أخذنا الأشكال المستوية قلنا المربع المستطيل الدائرة المثلث إذن الآن نريد أن نحدد الشكل المستوي في المجسم المجسمات مخروض الهرام ليس هناك هرام؟ هناك هرام ولكن لم نأخذه بعد نعم المخروض المكعب نعم الكرة لكن لن نتطرق لها اليوم نعم الأسطوانة أحسنتم إذن هذا المجسم اسمه؟ أحسنتم الأسطوانة السؤال يقول ما هو الشكل المستوي الموجود في الأسطوانة؟ هذه هي الأسطوانة ما الشكل الموجود فيها الشكل المستوي؟ هل هو مربع؟ أم؟ مثلث؟ مستطيل؟ أم دائرة؟ نعم أحسنتم أسطوانة الشكل المستوي فيها هو شكل الدائرة أحسنتم فأنظروا دائرة بارك الله فيكم مثل ما هذا؟ نعم قننة الماء أحسنتم إذن هذه هي الأسطوانة فالشكل المستوي فيها هو الدائرة أو هي الدائرة الدائرة في الأسطوانة وليس الشكل المنحني أو الماء نعم انظروا الآن إلى المجسم التالي ما الشكل المستوي في مجسم؟ اسمه؟ نعم المكعب الشكل المستوي في المكعب هذا هو المكعب مكعب يا مكعب ما الشكل المستوي في المكعب؟ هل هو دائرة؟ لا ينطبق مستطيل؟ كلا مثلث؟ كلا أيضا إذن ماذا؟ نعم أحسنتم مربع فالمربع نعم إنه الشكل المستوي الموجود في مجسم المكعب مربع أحسنتم انظروا المكعب الشكل المستوي فيه هو المربع مربع أحسنتم ممتاز شكل آخر تعتقدون من هو الشكل أو ما هو المجسم التالي؟ نعم إنه مجسم للمخروط المخروط إذن المخروط المخروط ما الشكل المستوي في مجسم المخروط؟ المخروط انظروا له جيدا نعم هل هناك الشكل هنا؟ كلا لنقلبه إذن؟ كلا لنقلبه إذن وشابه لماذا؟ نعم بارك الله فيكم إذن الدائرة أحسنتم ممتاز المخروط الشكل المستوي في المخروط هو هي الدائرة بارك الله فيكم الدائرة انظروا حسنتم هل تعرفون اسم هذا الشكل؟ ستحاولون لا بأس كلا ليس مكعب نعم إذن يسمى هذا الشكل بمتوازل مستطيلات أو شبه مكعب تفقنا شبه مكعب أو متوازل مستطيلات إذن انظروا إلى هذا المجسم ما هو الشكل المستوي الموجود فيه؟ دائرة كله مثلث لا ليس مثلث مربع مربع ليس مربع إذن نعم أحسنتم مستطيل بارك الله فيكم إذن متوازل مستطيلات أو شبه المكعب الشكل المستوي فيه هو شكل المستطيل تعال يا مستطيل تعال تعال هذا هو المستطيل إنه خجول وهذا الشكل نعم بارك الله فيكم إذن يسمى بمنشور ثلاثي وهو يختلف عن الهرم هذا هو هرم ولكن هذا هو المنشور الثلاثي نعم المنشور الثلاثي ما الشكل المستوي الموجود فيه؟ ركزوا نعم جائرة نعم أحسنتم مثلث إذن مثلث هل هناك شيء آخر؟ لنقوم بقلبه نقلب هنا نعم مستطيل إذن هناك شكلين مستويين في المنشور الثلاثي وهو المثلث والمستطيل انظروا انظروا مثلث فالشكل المستوي فيه هو المثلث وأيضا نعم المستطيل أيضا بارك الله فيكم إذن دعونا نتذكر ما هي المجسمات التي تعلمناها قبل قليل؟ من يذكرني؟ لا بأس لا بأس اهدأوا قليلا نعم أحسنتم إذن أول مجسم هو الأسطوانة تصفيق للأسطوانة والمجسم التالي؟ نعم أحسنتم المكعب بارك الله فيكم تصفيق للمكعب أيضا نعم ممتاز المخروض بارك الله فيكم أيضا نعم أحسنتم منشور ثلاثي هل هناك شيء آخر؟ نعم متوازل مستطيلات أو هل تتذكرون الإسم الثاني؟ نعم شبه مكعب أحسنتم إذن هذه هي المجسمات التي تعلمناها قبل قليل الأسطوانة أحسنتم المكعب المخروض منشور ثلاثي وأخيرا متوازي مستطيلات بارك الله فيكم هيا الآن انظروا إلى الصورة التي أمامكم أريد منكم الإجابة عن هذا التمرين رقم واحد في الكتاب صفحة 114 لديكم دقيقتان للإجابة عن التمرين ما اسم هذا المجسم أولا؟ هذه هي الدقيقة الأولى اسم المجسم نعم أحسنتم إذن اسم هذا المجسم هو أسطوانة بارك الله فيكم أريدكم الآن أن تحوطوا الشكل المستوي الذي يظهر في هذا المجسم المجسم السابق نعم أي الأشكال المستوية؟ دقيقة أخرى حوطوها أحسنتم إذن الشكل المستوي الذي يظهر في مجسم الأسطوانة هو الدائرة بارك الله فيكم دائرة هيا هيا ما اسم هذا المجسم أولا؟ يجب عن التمرين رقم اثنان في الكتاب صفحة مئة وأربعة عشر دقيقتان دقيقة للسؤال الأول ودقيقة أخرى للسؤال الثاني ما اسمه هذا المجسم؟ ليس هرام نعم أحسنتم منشور ثلاثي بارك الله فيكم السؤال الثاني دقيقة واحدة حوط المستوي الذي يظهر في المجسم السابق وهو مجسم منشور الثلاثي ليس دائرة نعم أحسنتم إذن هيا لنتأكد الشكل المستوي هنا هو مثلث المثلث أحسنتم وأيضا نعم المستطيل لا تنسوا المستطيل شكلين في المنشور الثلاثي بارك الله فيكم علبة الألعاب أو علبة الهدايا أجيب عن التمرين رقم ثلاثة في الكتاب صفحة 114 هيا أولا ما اسمه هذا المجسم؟ سريعا سريعا نعم أحسنتم بارك الله فيكم متوازي مستطيلات هل بإمكانكم أن تحوطوا الشكل المستوي الذي يظهر في متوازي المستطيلات؟ هيا إذن ممتاز إذن انتهت الدقيقة الشكل المستوي هنا هو من قام بوضع مثلث كلا ليس مثلث وليس مربع نعم المستطيل أو مستطيل أحسنتم بارك الله فيكم هيا هيا انظروا إلى الصورة التي أمامكم أجيب عن التمرين أربعة في الكتاب صفحة 114 دقيقتان أولا ما اسم هذا المجسم؟ ثم أريدكم أن تحوطوا الشكل المستوي الذي يظهر في المجسم السابق أولا ما اسمه؟ نعم إنه مشابه لقبعة العيد ميلاد اسمه إذن مخروط بارك الله فيكم إذن ما الشكل المستوي هنا؟ نعم في أسفل نعم حسنتم إذن دائرة بارك الله فيكم ممتازين هذا الشكل إنها شمعة وشكلها مشابه لشكل من؟ أي مجسم؟ لا تنسوا الإجابة عن التمرين خمسة في الكتاب صفحة 114 هيا أولا ما اسمه هذا المجسم؟ نعم هذا المجسم هذا المجسم نعم إنه مجسم لمكعب بارك الله فيكم هل باستطاعتكم أن تحوطوا الشكل المستوي الذي يظهر في المكعب؟ نعم هيا إذن ممتاز هل هو مستطيل؟ لا 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 هل هو جائرة؟ لا 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 إذن نعم مربع بارك الله فيكم يا أطفال الحلوين إذن أريدكم أن تتدربوا الآن بشكل أكثر 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 بالرجع لكتاب التمارية صفحة 45 اتفقنا؟ وبذلك انتهينا من درس اليوم أتمنى أنكم استفدتم وتعلمتم الكثير عن المجسمات والأشكال المستوية بارك الله فيكم ألقاكم على خير مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة